يخرج سائقون وركاب من سيارات أجرى في مدريد ويعانقون بعضهم في وداع صعب بعد رحلة استغرقت خمسة أيام في أوروبا بعدما قاد نحو ستين سائق أجرى سياراتهم من العاصمة الإسبانية إلى العاصمة البولندية قطعين مسافة إجمالية ذهابا وإيابا تبلغ تقريبا ستة آلاف كيلومتر لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الأوكرانيين ونقلوا نحو 135 لاجئا إلى إسبانيا وظهرت فكرة المبادرة خلال حديث بين سائقي أجرى في مطار مدريد واقترح أحدهم حينها فكرة الذهاب إلى بولندا لمساعدة لاجئين ومول السائقون بأنفسهم العملية التي وصلت تكاليفها إلى نحو خمسين ألف يورو ولسائق الأجرى في مدريد تاريخ من التعبير عن تضامنهم مع آخرين فذهبوا بسياراتهم إلى محطة أتوشا في العام 2004 حينما كانت مسرحا لهجمات إرهابية ونقلوا الجرحى إلى المستشفيات وفي ضرورة تفشي كوفيد-19 في إسبانيا في العام 2020 نقلوا أطباء إلى أبواب منازل مصابين بالفيروس ونقلوا أيضا مرضى إلى المستشفيات